السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله اخواني من جديد نعود وياكم بحلقة جديدة تخص نظام التوزيع اللي هو الساسفري طبعا احنا بالدروس الثلاثة الاولى اللي شرحناها كانت انه مقدمة عن نظام التوزيع ما هي الامكانيات اللي رح يقدمها انه هذا النظام شنو الاستفادة منه شنو المواصفات المطلوبة حتى نصب هذا النظام وكذلك ايضا الموضوع اللي شرحنا انه كيف اوصل انترنت اهيئ سيرفر الساسفري حتى يستلم الانترنت لكن اكو درس اني ما شرحته اللي هو كيف اني رح انصب السيرفر الساسفري طبعا انا اعتذر انه النظام اللي عدي 32 نظام اللي بدأ يشتغل حاليا هو لازم 64 بس اني مستخدمة بشغلات ثانية فما اقدر حاليا انه اشغل النسخة لذلك اه قصيت صور لطريقة التنصيب الخاصة بي طبعا انا ايضا شرح الدرس كامل اللي هو طريقة تنزيله من الموقع الخاص بشركة السنونو فانت النسخة لما رح تحرقها على سيدي او فلاش بالطبع عندك رح تظهر بهذا الشكل اول ما رح يبوت عدك مباشرة رح تطلع لك هاي اللغات فانت اول ما تختار تجي تختار اللغة انجليش تمام بعدين تنطي انتر لما ننطي انتر رح نحول للصورة الثانية اللي هي هاي الصورة اللي هي امامك انستو ساس احنا نختار هذا حتى يبدي التنصيب تمام بعدها نتحول لطريقة التنصيب بعد طبعا بالمناسبة انت كل شي ما رح تتدخل من يمك مباشرة هو يكمل التنصيب الى الاخير بدون ما انت تدخل باي شي هاي مثل ما ده تباوع انا هسا قصلك صور كاملة لطريقة التنصيب يعني ما تحتاج من عدك كل شي فقط انه انت رح يتهي عندك نظام اللي يتنصب عندك النظام هو يظهر لك بهاي الواجهة اللي هسا رح اظهرها امامك رح يظهر لك بهاي الواجهة بعد هاي الواجهة لازم تنتبه على الملاحظة اللي سويناها الملاحظة انذا كان الرام ما لتحاسبتك اقل من 4 جيجا فرح يبقى النظام واقف على هاي الصورة لو تبقى مدة طويلة ما رح يتغير عندك رح يبقى واقف على هاي الصورة ما رح يدخل بينما لما كان الرام فد 4 جيجا او 5 جيجا مباشرة وراها رح يحولنا للصورة التالية لما تضغط انتر رح تظهر لك هاي الصورة اللي امامك هسا رح تشوفها اللي هي هاي الصورة تمام طبعا كلوغين ساس فقط وكباسورد ساس واحد مين ثلاثة وتنطي انتر رح تدخل رح يحولك للصورة اللي هي هاي الاعدادات اللي رح نخليها بالسيرفر تمام اذا هاي فكرة تنصيب سيرفر الساس 3 على الحاسبة بالدرتل رح يجي رح نشرح اهاي التفاصيل واي سؤال او استفسار انا حاضر الهنان تيدرسنا تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته